اشتركوا في القناة 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 طبعا مش ممكن يعملوها في ألمانيا وين عملوها مش هتبقى بالطعامة دي والله يا ابني ما كان له لازمة الصفر ده كنا صدرناكم معانا او مع الحجة مش لازم نكون نفسينا الاول يا حماتي وبعدين بقى بصراحة بيتكو ولا بيتنا بسيسة خاص يا ابني من خرج من داره اتقلم اقداره اهلين يحبوا يحلوا بشكلهم بالامثال عمرو معمثال الزمان خيبت ابدا ألحظ مثالي وبات مهني وهو لكبابك اللي قتني بس انا مسافر اوروبا يا حماتي يعني محدش هيزلينه هناك هتوحشيني قوي يا حاببتي انت لا هتوحشني قوي انا مش عارف ازاي هتحمل بعضك يا حاسم هتسبلك كل يوم دواب لو هتنساني وواحد الخواجية تاخدك مني ها انت ممكن تنسيني انا عمري ما حبيت ولا هحب غيرك انا عمري ما حبيت ولا هحب غيرك خلي بالك من نفسك حاضر حاسم حاسم لا اله الا الله محمد رسول الله خلي بالك من نفسك حاضر حاسم بك هل بك بك تم رجح بك شكرا لا بك 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 بقين حاسم السجارة يا جميل ما بدخانش بديني السجارة يا عبد الدنيا حر قوي ما تحود بنا نشرب حاجة ساعة مع الجميل ايه 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 خفة الدم دي طب ايه رأي الجميل يجي معنا البيت البيت ليه ما الصحرة هنا قرب ترجمة نانسي قنقر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعا شا ها ها اسم الله عليك قوم يا كابت حسن يا محلي معقولة يا حسن معقولة معقول ونص وخشتيني قوي ازاي انا كويس عشان رجعتك عارفك انا ميفسي زعب اعلى صوته قدام كل الناس وقول بحبك بحبك كدار لو كنت بتحبيني زي ما بحبك ما كنتش غربت عني المدة دي كلها امي لانا رجعتلك ليه احكيلي عملت ايه كل المدة اللي فاتت دي للأسف ما قادرتش حقق كل انا عاوزه برا برا بقى زي جوا الظاهر العالم كله بيمر بأزمة يعني بعيدت عني المدة دي كلها يا حسن وجننتني على الفاضي ما عليش انا هعوض لكل ده في اسرع وقت ازاي انا استفدت بشوية اتفاصلات ببرا واتعرفت على الناس ممكن يساعدوني في مشروع يجيب ده مشروع اي يا حسن اهلا يا حسن اهلا يعني ما اتصلتش بي اهلا الاستاذ شكري يا صديق مجدة خاطبتك اهلا يا خاند اهلا يا خاند انتظر مني التليفون بكرا اظن الرؤية دلوقتي بقت واضح قدامك سكنا على التليفون انا منتظر عن اذنكم ايه ايه اتشق اتجن وفي عمارة ايه هتقوليش بورك اتشرت يا حسن معولين شائحنا عتد 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 ايه رعي عتد لا لسه ستبز يجن حلوة اوه يا حسن شبدة يا حاسن يا خولي البنينة يا حاسن يا ماجدة يا غالية علينا والنبي أنا مبسيتة أوي يا حاسن بكت أوي ربنا يخليك ليها ولا يا حاسن ولا يا حاسن شك بقى يا حيبتي في جوه قوضة جاهزة مية لمية علشان ببقى كومتك يجيو عوض فيها لغاية ما أرجع من غراب مش عارفة لي أنا مش مستريحة للسفرية دي يا حاسن طب وشوغلي يا حبيبتي ولا عاوزاني أسافر وأسيبك هنا لوحدك نعم نعم يا أستاذ رجلي على رجلك ده لم أصدقت انك رجعتلي بالسلامة يا حاسن اه كده تعجبيني الله احنا مش هنفتر ولا ايه اه يوب جاهز يا بيه اه 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 ما قلت ليش استفكر كبيرة لانت عملتها اللي جابتلك الفلوس دي كلها اما انا قلتلك يا حبيبتي عمليات التصدير والاسترات بتكسب جامد قوي علشان كده انا رايح همسك فرع الشركة في ألمانيا احنا هنسفر امتى حاسن بعد كتب الكتاب على طول بس قبل السفر هاخدك نعمل يومين عسل فشاله يهو اسفل عجمين موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 هذا الشخص مفقود وفاقد الزاكرة من يعصر عليه يتصل بتليفون 74-500 من أجل زوجته وأولاده الذين هتألمون مش هدفتر يا شوكري شوكري نعم يا حبيبك بقولك مش هدفتر آه طيب طيب الله إيه مالك إيه اللي شغلك في الجرنان بالشكل ده نعم إيش حاجة ده أشوف أسعار العملة والدولار سعر وإيه النهاردة آه الدولار ما هو بتعرفة ما بيثبتش على سعر عمليلي في الجلاهوة الله مش لما تشرب الشاي عايز في الجلاهوة حاضر شكرا 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 جاه بتتدعك حليق بس يا كمان دي حاجة تدحك أنا في كارسة أنا لي يا زوجة تانية وابن أنا خلاص حالي حيشت بصراحة انت ليك حق top شكرا لكن انت بسيت في الصورة كويس انت مش شفت الصورة بنفسك ما تحاول تفتكر كده؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ مش جايز تكون بصحيح اتجوزت وخلفت وفقدت الزاكرة وبعدين رجعت لك تاني زاكرة ايه اللي فقدتها يا جارع انت؟ انا زاكرتي حديد وارجع اقول افرط هخلف ازاي ومليون دكتور كشفوا علي وقالوا علي ما بخلفش مش جايز فقدان الزاكرة هو اللي خلقتي خلف موسيقى موسيقى ايه بقى الموضوع؟ لو انت مقاريتش اهرام النهاردة ما انت عارفة اختك انا ما بطيقش الجرايد اخبار مبارح زي اخبار النهاردة زي اخبار بكرة زي اخبار بعد وكمان لكن ايه بقى الحكاية دمت خيبة قوي دي صورة جوزك طلع في الجورنال النهاردة شكري ليه؟ هو عمل حاجة؟ اظهر انه كان متجوز وتفشم المراته وبنته الهي زر البايخ بتاعك ده يا فاطمة انت مش عند الجرايد النهاردة؟ هاتش الاهرام وبصي فيه وانت تعرف اذا كنت بقى هزره ولا بتكلم جاي اه الجرنال في صفحة مقطوعة صدقتي كلامي على العموم أنا الجرنال عنديش في البيت مرات شكرا يا عبدالعزيز شكرا يا عبدالعزيز اللي اتنشر تصورته في الجرنال أنا عرضه الصبح أهلا سهلا أهلا بيك شكرا لكن ما كنتش عارفة أنه متجوز عليك يتجوز علي ده أنا كنت قطمت زمارة رقبته دحفي ودخل سبع دخات عشان عرضه أتجوزه يعني ما كنتش بتحس بأي تصرفات غريبة بيعملها تصرفات غريبة زي إيه أنا بمجرد ما ببص في وشه بعرف على طول هو عايز إيه يعني ما كانش بيزوغ منك ويقولك أنه عنده شغل ومسافر هو في الحقيقة آخر مرة قالي أنه مسافر كان من حوالي شهرين وعشرة أيام شعر رفك دي آخر مرة شفت فيها جوزي رفعت قلتلك اسمه شكري وانا جوزي اسمه رفعت وبعدين مش مهم ما قال لي كيش هو كان مسافر فين كان مسافر السويس فكرة يوم إيه طبعا مش فكرة كان يوم خميسة أظن كده وجوزك ده كان متجوزك من إمتى من سبع سنين طيب اديني علامة في جسمه عشان تأكد إذا كان جوزي ولا لأ عامل عمرية المسرن وبين قوي في جسمه طببتي قلبي أنا دلوقتي تأكدت أنه مش هو وانا أتأكدت هلو حضرتك صاحبة الإعلان المنشور النهاردة في الأهرام؟ لا الحقيقة الصورة تشبهني تمام بس الاسمي مش أنا أنا أسف قوي يا أستاذ شكر نسببت لك الإزعاج ده الفصل السخيف اللي حضرتك عملتي ده خقك علي كان لازم أعمل كده عشان أعرف عنوانك مش معنى أنا بالذات اللي اخترتيني عشان تعملي معك أصلك أنت الوحيد اللي عرفه من صحاب حسن تي كان ممكن تخريبي بيتي الحمد لله أنا مراتي ممتقراش براية مراتك كانت عندي لنهاردة الصدق بتقول إيه؟ مراتي عرفت؟ أتخبش أنا قلت لها لكن إنتا مش إنتا فكرك صدقت أنا عرف مراتي كويس ده مجنونة طعم يا صلى شكري دي خرجت من عندي وهي منطمنة خالص المهمة أنا عايزة منك خدمة تحت أمرك طبعا أنت تعرف معظم أصدقاء حسن للأسف يا مدام مجدة أنا معرفت بحسن معرفة صلى شكري معرفة شكري لكن ليه الطالب ده مش جايزة قابل الأربع اللي قتلوا حسن وحاتعرفيهم إزاي دول كانوا مخبيين والشو عرفت إزاي ما هو كان مطف الجرائب وعندين جايز ما كانوش أصحابه في حد بيقتل صحبه وبيقت الأخوه كمان إحنا بقنا في زمن فضيع يا أستاذ شكري الإنسان فيه توحش عندك حق بس أنا خلاص عرفت واحد منهم عرفتي؟ عرفتي إزاي؟ من صوته وأول ما أشوفه هعرفه العمومة مدام مجدة حسن الله رحمه صاحب أفضل علي وأنا ححاول عرفت بقى أصحابه اللي أنا عرفه شكري يا أستاذ شكري سلعاني تبريد عسل إزاي حبيبتي تشك فيها وتروح تقابليها أمالكو تعايز نسكت؟ دي صورتك الخالق الناطب وده اللي مجنمني أنا كمان ما استريحتش لما روحت بنفسي وأبيتها وتأكدت أني مش أنا أنا شوفني كله ارتابك ما هي فعلا حاجة تجنم تعرف يا حبيبي لو كانت تلعت صورتك كان زمانها بدل ما هي في صفحة الأعلانات كانت بات في صفحة الوفيات سعليك يا حبيبي كده برضه تشك فيها أنه نعرف واحدة من هناك سم أنا كل فلوسي بإسمك يعني أنا من أجالك ما نسويش نجلة حياتي الله عليك ايوة اهلا شكرا مين انا فاك دمرات المرحوم حسن اهلا بيك يا طرى في اخبار بالنسبة لأصحاب حسن انا قصلي عايزة أعرف كل أصحاب اللي عرفهم في ألمانيا وانت تعرفهم الحقيقة أنا لسه ما قابلتش حد لكن الطمين الموضوع في دماغي انا حتصل بيهم وحخليكي تقابليهم واحد واحد نعم بتقولي ايه انا قصلي شفت واحد من الاربعة اللي قتلوا حسن وعرفته انت لا سمعت لحسن يعني لما شوفك حبا اقولك أوصافه المهمة انا نفسي اعرف التراتة الباقيين علشان ان حتبقى عمال قماية معروف كبير قوي مصممة انها تمبش الموضوع ما تهمش يا أخي ياذا كان البوليس والنيابة بجلالة قدرهم ما يدروش يوصروا الحاجة يا كنال بتقولي انها تعرف واحد من الاربعة ده كلام لعبة بالعصاب لا اكيد هي عارفة ان احنا لنا يهد في الموضوع انك انت يا حبيبي راح دا بس اطممك هي مش متأكدة ونفسها تتأكد وده بقى يتوقف عليك انت مش عارف عامل ايه وكل ما انتصر بالمدحة عشان اخد رأيه في الموضوع لقيم سافر وبيومي كل ما كلمه يا لقيم يا لقيم يا لقيف الحمام قالي يعني نظيف قوي ما تروح للكبالية ما انت عارف مراتي محرجة عليها ما روشك حدد دي طب يا اخي مدامي الموضوع قلقك بالشكل دا ما تقطع عالق وتسايح دمه يعني ايه يخلص مينم ايه عاتلها مش معلنانا موت مش معلنانا موت مش معلنا نبوت حرام شكراً، شكراً، شكراً إيه يا كاماليا؟ تحكيني ليه إيه كلام اللي بتقوله ده وانت نايم؟ هو مين ده اللي عزي موتك؟ ها؟ ها؟ ما قلتلك يا كاماليا بلاش هتقلن على العشرة؟ ها؟ يا ليلة اليوم؟ يا ليلة النهاردة طلبية اجندة اشتبت وحلكوا شوية ها رجالة شوية يلا رجالين ده كله ما استني نيش خلقك يا شكري، يا شكري، يا شكري، يا شكري، يا شكري يا شكري، يا رب، مش ما تأخذ بقى لك يا سعات البيه ما عليك، يسر في المدولي ومية كاملة ربنا خليك لنا يا رب، ومن تحرمش منك يا سعات البيه يا إلهي لله أيوة، أيوة يا فن، مين اللي عايزه؟ طيب حاضر، ثانية واحدة شكري، التليفون على شأنك يا شكري مين؟ واحد اسمه مرزوق مرزوق؟ أي مين مرزوق؟ ألو أنا مكدا يا سيد شكري أنا أنس لي عايزة قابلك النهاردة مرزوق هقول لك عن الرجل اللي عرفته جايز يكون عندك معلومات عنه أجلك المصنع؟ حاضر هاي خدمة سعات البيت؟ تعمل مشوا؟ كلهم مشوا، تعملوا بحاجة حضرتك؟ أنا عشوا عن الشهد شكري، تقدر ترى واحدة تصمع على خير فرم سلامة شكرا هاي خدمة سعات شكرا المصنع منوّل بأصحابي أمّالي المصنع مش يغلني النهاردة النهاردة أجابة بس أنا جيت مخصوص عشان خطر حضرتينك أنا متشكري قوي على الاهتمام ده لا يا اهتمام على إيه؟ سيادتك ناسي أنك أرمالك إنسان عزيز علي قوي مهول المصنع مهول أكيد كلفك كتير قوي جداً عشان كده هي بيعتبر من أكبر مصانع تصنيع الأخشاب في الشرق الأوسط وهو بايد يا ما عربت على المرحوم حسن إن مشاركني رفض أمّال حسن كان بيشتغل معك إيه؟ كان بيساعدني في استراب الخشب ويا ترى كنت مرتاحين مع بعض في الشرق يعني ما كانت فيه خلافات لا قناة تكلّينوا بينوا أحسن معلّة ما لقفلتوا ليه؟ مفاجئة مش كده؟ أنا مش فاهم حاجة ميني الثلاثة ثانين يا قصة الشكر؟ انت تتكلم عن إيه؟ وإيه لخلاك تشك فيه أنا بزيه؟ صوتك هو الصوت الوحيد من الأربعة اللي سمعته انت فاكر أنت جبتني هنا علشان تستفرض بيه؟ انت حفارت قبرك بإيدك بس قبل ما حاتفينك فيه لازم أعرف مين التلاتة التمييني وليه قتلته حسن؟ عايزة تعرف يا مادم مجدى؟ هقول لك بس لازم تعرف إن أنا كشفتك من أول يوم ولازم تعرف إن النهاردة آخر يوم في حياتك هنزهور الكتايم أبنونته للخشب طرح أوح 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة صباح الخير صباح الخير جود مورنينج انت سمصر من منطقة؟ تحت امرك يا ستاني اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 تحبت جرابيها في حتة هادية ايه رأيك نطلع المعطم والله فكرة ماشي حيلة العربية الحمد لله انها عجبتك لكن انا شايف انك عيشة لوحدك بس لنا وجوزي بعيدنا عن بعض اكيد خسر كتير مش يمكن اهل اللي خسرته اكتر غريبة انت غمضة قوي كده ليه انت مين انا مجد مجد مرات حسن اللي انت قتلتو ايه اتلتوني اتلتوني ارجوخ ارجوخ يعني مليش اي ده ملكش دخلي يعني ايه امر اللي جبت فروسك من ايه انا مريش دعو بالموضوع ده شكري قبل ما يموت قالي انك انت واحد منهم قتلتو حسن وصرعتو الشنطة شكري شكري مين انا معرفش حد بالاسم ده امر كنت ماشي في جنوسته ليه ده كداب هو اللي قتل جوزك اشتادي باسم شكل خرام عليكم صإشتادي اتلتوني اتفايا يا مجمونا اتفايا اتفايا أنا مجمونا اتفايا اتفايا�ada كفاية انت قتلتوا حسنين كفاية حرمتوا حرمتوني من أغلى إنسان في حياتي عايزة عرف قتلتوا ليه؟ لازم تتكلم، انت موجودك بالات الكناني اللي بتعملي ده كفاية كفاية يا زماني مين اللي قتل حسن؟ كفاية مجنونة كفاية أنا حار حار كفاية حتموتيني كفاية وايخ بيتك كفاية مجنونة كفاية كفاية مجنونة كفاية 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 مجنونة كفاية حتموتيني كفاية وايخ بيتك أباعي يا عم حاروخ بيتك أباعي يا عم حاروخ بيتك كفاية مجنونة كفاية حتموتيني كفاية وايخ بيتك أباعي يا عم حاروخ بيتك أليس كذبتك اسمك بالجامل بايومي بايومي ساعة البيعاتية بايومي سنك سبعة وربعين سنة إلا ترتة وشرة وخمسة يال بتشغل يا بايومي أنا 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 بشغل صاحب كبيري لما أرزل ساعة البيع حصل حكومة يزعل بشغل صاحب مطعم ومسرح منوعات سياحي سين ما علاقتك بالمجني علي تمال عن داين إيه علاقتك بتمال عن داين؟ أبدا ساعة البيع زي علاقت أي زبون بأي تاجر أنا ما بيهفني شوي عشان أشتري العربية بروح له ساعة البيع عشان أشتري العربية وأنا كمان أحب غير أما أحب غير بروح له برضو وهات وخد دي كل علاقت بيها ساعة البيع سين بماذا تفسر وجود سيارتك في مكان الحادث؟ الموضوع ما فيها ساعة البيع إن المرحوم الله يرحى ككمال جالي وقالي إن فيه زبونة عاوزة تشتري العربية بتمان كويس ديته المفتيح أفهم من كده أنك كنت عارض عربيتك للبيع؟ الكتب خيبة ساعة البيع أنا ما كانش لي غرض خالصة بيع العربية لكن المرحوم الله يرحمك كمال جالي يعني وألح علي وقاعد يلوك ويعجن ويقول لي إن عربيتك حتكون وسط خير بيني وبين الزبونة دي يعني إيه يا وسط خير؟ أصل المرحوم الله يرحمك كمال كان عايزي يشتغل عليها وإنت كنت تعرف الزبونة لي؟ ولا عمر تشفتها لكن الظهر إن المرحوم كان واقع فيها نشوشته كنت فين مبارح الساعة 12 الضار؟ ع السرير يا بيه قصد نايم يعني أصل أنا ما برجعش البيت قبل وش الفجر طبيعي انت عاملي عندك شهود؟ أم الله ساعة البيت بيت الشغالة الجشالة عندي في البيت وبواب العمارة وسونيا الرقاصة أصلها بتيجي تشقر علي في البيت عشان تغطيني طبيعة عملها طيب عندك أقوال أخرى ممكن تفيدي تحيل؟ الحمد لله بيه أنا قلت كل اللي يرضي ضميري وربنا شاد سوالك انا لازل راح المسجد ايه شهد حاجات للسفر عايزة حاجة اجيبها لك معي؟ السفر؟ هو انت بسفر يا ماما؟ هو انت الدرينة بالدنيا طالع على نازل اذا نكون عايشة في الوقاندا ان شاء الله سسفر بعد يومين نعمل عمري انا وابوك تروح وتركح بالسلامة ماما؟ نعم يا حبتي اقل الفتح الحسن ille عدوه يا تجون عجبتك يا ستة هانه انها ناص ناص اق aguص وقام passes صاحلم من البيت نص سباكو يعني كم؟ خمسونية أوه، لا لا، خمسمية ده كتير خالص المهم إنها عدى بيتك، ممكن نخليه 300 وسخبة البيت هتوافق؟ من غير ما يعرف نخليهم متين نحب بقى نتعرف يا سبتهانم أنا اسمي كوكي ومدام إنت تديهاني بميتين، أنا بكرة إيجي أمساكها أهلاً وصلاً باي 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 وبعدين يا بيت حط، هنأمل إيه؟ وبعدين معاك إنت يا بايومي، ما تمسك أعصابك ومال أمسك أعصابي إزاي؟ والدور علي أنا وأنت؟ دور إيه يا حبيبي، دور دخان دخان؟ نعم يا حبيبي بتضحك؟ بتهزل معايا وإحنا فعز الأزمة؟ أجهاء، أكيد الست اللي قتلت شكري وكمال هي أمراض حاسب بتخرف بتقول إيها يا بايومي؟ أخرف؟ ومالتفصر أكلوهم واحد وراء التاني بإيه؟ بتعرفها؟ ولا شفتها؟ مال بس بتخام منك؟ قولك إيه؟ لو عاد تكون قولت حاجة عنها قدام النيابة لحسن يجبوها ويجرجروك ويجرجروني معاك يا حبيبي ولا بل بس أنا مش شاكل في حد غيرها متحد مش جايز شكري وكمال كليه معدائي ما انت عارف شكري وألعيبه؟ كمال كمان ما هو عملي دونجوان بسلامته كل واحدة تعد من قدامه ويعاكسها تكر على الله تلاقي جزء واحدة فيهم هو اللي قاتلوا هو اللي قاتلوا؟ ازاي؟ بقولك ايه؟ هما للست اللي كانت معايا في العربية دي ايه؟ وماله؟ تلاقي جزء كان برئيبهم وطبع ليهم وخلص على سبون تفتكر كده يا مات حد؟ وفي تفسير غير كده يا بايومي ولا انت عايزنا نبلغ النيابة والقول ان هي اللي قاتلت وعايزت قتلنا على امراض حاسن يعني انت ناس ان النيابة عارفة ان احنا اربعة؟ ياريتني ما ربعتكم كانت مرابعة سودة ومطينة بست انطين يا سلاة تاكم زمانك موصلات في كبريه وليك توسية في بوليس الاداب كمان صباح الخير صباح الخير يا فاق ميت حبيب موجود؟ السكرتيري بتاعتي بواي فاق شكرا مرحبا ميت حبيب لو سمعتش حضرتك عايزة بخصوص ايه؟ ايه عايزة رفوسي عندكم فيها ميلة عايزة تقبل حضرتك خليها تضطر كل شيء نهاية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل أيها، أيها مصطفة هم، عملت إيه؟ كم؟ ثلاثة مليون؟ كوي ساوي ها، بس اسمع مصطفة إيهو عتكون ظالم البايع انت عارف قدي أنا بخاف موزوم من الناس لو زيادة نصف مليون ادفع المعوض ربنا يسيدك كده؟ طيب كوي ساوي اتكل على الله في الحقيقة نحت عمرك في الحقيقة سمعت كل خير عن شركتكم الحمد لله، احنا يكفينا الصمعة الطيبة انا اصلي ورست عن المرحوم عمي صروة كبيرة مليون جنيه ومتين ألف دولار كله فاني استغفو الله والمبلغ ده سايل ولا ممتلكات؟ لا، فلوس سايلة ما شاء الله، ما شاء الله فضال ليكم مليون؟ والحقيقة أنا استحرمت أحطهم في البنة استغفو الله العظيم ده يبقى ربا فاحش والعياج بالله؟ ده كان رأيي برضو علشان كده أنا جيت شركتكم أهلاً واسهلاً ده يسعدنا ويشرفنا احنا هنا بنقوم بتوصيف الأنوال بما يرضي الله تبدالي الكتاب يعني بنظام المضربة يعني بالبلدي كده الربح والخسارة علينا وعلى صاحب المال لكن الحمد لله مجموعة شركتنا بتحقق أرباح وأرباح عالية كمان ماشاء الله ثانية واحدة بفضلك ألود على التليفون ها 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 ثانية واحدة ها 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 كم؟ سبعة مليون؟ ها 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 اتكل على الله ها 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 اتكل على الله شفتي 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 وشك حلو علينا إزاي اتنين مليون جنيه أرباح في 24 ساعة ماشاء الله ها تسمح لي أحتفظ بالكتاب ده ها طبعا من حقك خديه وادرسيه على أقل من مهلك واحنا تحت أمرك في أي وقت متشكر قوي من فضلك كنت عايزة نمر تليفونات ها قوي قوي فضلي هنا كل نمر تليفونات إذا احتكتيني في أي وقت تحت أمرك طب استأذن سيارة موفقة إن شاء الله ما شرفتش بالإسراء كريمة عبد السلام أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفنا هاني طب استأذن سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع ألف السلام مليون ومتين ألف دولار بقى مفجبنا بإذن الله مليون وبركاته مليون وبركاته مليون وبركاته مليون وبركاته مليون وبركاته موسيقى 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 عجبتك؟ يعني؟ مش مقطنة انتكل على الله وهذه يا خسارة كان نفسك بس بسفرة بكرة لندن لندن؟ عندها بيع السفرة أوضة كبريف لندن موسيقى 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 انت لسه برضه حاطت تماغك انها مراد حسنة والله يا أخي انت مش حسداني إلا ما تلاقي ايه وعزرائيل طبوا عليك ايه ده يا تامر ايه سبحيتي تا جبتها من اين؟ انا كنت شئلة في العربية تكلم انت اعرف اشيس على التلبية انشفتاش انا دلوقتي لازم حد فتح العربية مفيش غيره؟ ايه مين؟ تامر يلا مراد حسن نويت استدنى واحد ورا واحد صدقني انا لازم ابلغ البوليس حقهم النيابة بتقول يا مجنون انت تعا نشوف ايه الحكاية فيه حد خرج من الزباين دلوقتي؟ فيه واحدة ستة لسه خرج من ثلاث دقائية هيا بنت الجنية ايه اللي بتقول ده انت مجنون؟ انا اسف تكل على الله او ا 우�機會 اتحد Movement او واحد برا انت بار información باب باب ماشي ولايا خذ اية ده صونيا؟ اعت hyalde ايه يا اختي ده؟ ايه لدخلك وانا مش موجود؟ كرالك ايه يا راضي وانا اول مرة اخش لمكتبك كنت مستنيع مش عايز حدي يستناني خالص ما لك يا بايومي انت سكران؟ بقولك ايه؟ سوريا! انا اصلابي تنفاها اقصى عليك يا بايومي بقى كده تشغل تصنع شابتك؟ لا لا قل لي ايه اللي نخبطك كده؟ ايه بس؟ ايه اللي نخبطك؟ بيديك يا سني يا مخيمة كفاية؟ ايه ايه؟ انا مش ناعص جلدي كمال طبعا مش ناعصنا انا لكن ناعص البيت الصغيرة المزرقة اللي مبقيتش عارف تعمل لها ايه ولا ايه؟ مش وقته يا سنيا مش وقته انا وقت مشغول اوي انا عندي مشكلة كبيرة اوي افهميني؟ اتفضلي اتفضلي طيب يا بايومي انا خارجة لكن بعد كده خليك تضرب نفسك مليون صارم واقل واقل قبلك سحك الماء مش عايز اي صنف حريم يدخل هنا حتى ولو كانت مراتي لكن لابو اغزة حضرتك مش متجوز نسيت اتجوز نسيت يا واقل لكن انا بقولك علي اتنفذ برضو يا غبي ري اللي姐 سلام عليكم وامم صالح مهلون يا ستة اهان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته متشكر يا سعدت البيت بقولك ايها رئيس الست اللي دخلت دلوقتي سكنة اينا الست مجد اسمها مجد ايوه اه يا سكنة اينا بقالها كتير رجعت مع أهلها بعد جزها متقاتل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا كريمة هانم افضل شكرا اه ازاي الحال كان فيه شوية اشكالات على المراس واتحلت الحمد لله الحمد لله انا قررت الكتاب اللي اخدته من حضرتك المرة اللي فاتت ولقيت كل مشاركه اللي فيه ممتازة ده كله من توفيق ربنا سبحانه وتعالى علشان كده انا عايزة اقضار بنصف مليون جنيه ومئة الف دولار انا تحت امرك هلو هاي الا متأكد افندي ده نبقالي تاقي تياما سننا قدام ابنى الشركة بتحدي ما جات المهاردة طب متشكر السلام تحت امرك كريمة هانم تحبي امتة انا جاهزة في اي وقت انا خليهم يكتبوا العقد على الماكنا النهاردة بس من فضلك البطاقة عشان ناخد منها شوية دينات ايه الفلوس اللي حضارت بيا حاضر استردها في اي وقت اه طبعا طبعا احنا هنا بندى كل الضمانات للعميل عشان يبقى متطمن والحمد لله رأس المال الشركة يغطي في حاجة تانية لا لا ابدا بس المهم من العقدة حيكون جاهز امتا البطاقة الحقيقة انا ما عملتش حسابي فما جبتش معي البطاقة معلش سيبي نمر التليفونك وانا ابقى اتصل بيك عشان اخد البيانات وتتكلي على الله وتيجي وتجيبي معاك الفلوس ان شاء الله مش قلتلك امتحط مفيش غيرك كويس اننا تأكدنا تأكدنا؟ تأكدنا من ايه؟ اننا حنموت نموت؟ ليه؟ واحنا غبل زي شكري وكمال نرجالة عم بيومي مش ممكن نخلي واحدة ست تغلبنا مش ممكن واحدة ست؟ حتعمل ايه يعني؟ هلعبها شوية وديها درس صغير اذا ما حرمتش وبعدت عننا ساعتها يبقى فيه كلام تاني ده فيه مصيبة تانية مصيبة ايه؟ البوليس انت معرضش جلائد النهاردة البوليس بيدور على مزر الدولارات المزايفة يا بيومي يا بيومي اعا مش كل بطحة تقعد تحاسس عليها خلينا يا اخوها في البطحة الكبيرة لازم نسدها الاول زينهم موجود؟ مفيش حد باسم دي هنا انت لازم بلطان في الشبع ا 분들 اتوفره ايه اشرت انت باتهم اشتنا اشتنا اشتركوا في القناة بقى انتو رجال انتو انتو احسن لكم تلبسوا طرح بسيما مش مكسوفين من نفسكم لما واحدة ست ترقاعكم العلقة دي يا متحد بي دي مش واحدة ست دي اشترك يا سلام يا مكننش ربنا في الدين يا بي كان زباب يقولوا يا رحمان رحيم ما تفضل فضل يقولوا من قدام دلوقتي يا بي اتعبني يا بي اتعبكم لكم عين كمان تطلبوا اتعب يلا مش انت هو يلا هلو ايو مين انا كريمة يا اخي متحد ايه مش فكرني اه اهلا وسهلا اهلا كريمة هانم لا لا طبعا فكرك يا سلام انا تحت عمرك انا بتصل علشان اقول لحضرتك رقم البطاقة سبعين ستمية خمسة وعشرين دي بتاعتي شخصية تاريخ الصدور عشر اتنى عشر اتنين وثمانين اه يا اخ متحد كنت عايز اقول لك فصلت الدم طب المهم اجيب الفلوس واجي امتى شوف يا كريمة هانم احنا عندنا تقليد في الشركة بنعمل احتفال صغير عندي في الفيلا لكل عميل جديد عشان يمضي الاوراق قدام بقية المستثمرين ايوة عندي في الفيلا العنوان اكتب عندك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً كريمة أنا مساء الخير مساء نور فضالي أمال فيه المدعوين زمنهم جايين في السك تحبي نستنعهم جوه ليه ما الجو هنا حلو خلينا هنا أحسن لغات لما يجوا ماشي فضالي فضالي جبتي الفلوس معقول ايه هو المعقول يا متحد بيه معقول حسن كان لسه عنده الفلوس دي كلها حسن حسن مين وإيه دخلوا بالفلوس دي ملا جبت الفلوس دي منين يا كريمة ما أنا قلتلك أنه أنا ورستهم عن عمي عمك ولا المرحوم جوزك يا مدام ماجدة أنا مش فاهمة قصد سيادتك إيه بالظبط قدت الفلوس دي هنا وإلى أفرغ الرصاص ده في صدرك انت زكي قوية متحد بيه وانت زكية قوية ماجدة هانم هاتي الفلوس اه 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 ما البلد كلها اربعات طب انت ايه علاقتك بالمجد عليه حسن؟ حسن الله يرحمه كان صاحب يا ساعة البيه وكان بينه وبينه كل خير زي ما بينه وبين متعة وشكري وكمال كل خير وعرفت منين ان المرات حسن هي اللي قتلت صحابك ثلاثة قالولي يا ساعة البيه انها كان بتتصل بيهم وتهددهم قبل ما تقتلهم مرة عملت واحدة ست غلبانة وبتدور على جوزها والمرة التانية عملت واحدة عاوزة تغير عربيتها واخر مرة ساعة البيه راحت لمتعة عشان تشكل الفلوسنا عنده ما حدش فيك وليه حاول يبلغ عنه كلنا خايفين يا ساعة البيه لاتتافيم نظور ايوه ام نظور احنا بالسوق دجار كويسينا يا ساعة البيه لنا صمعتنا لنا اسمنا حرب عليكم ارجوك يا ساعة البيه ابو زيدك ابو زيدك يا ساعة البيه احميلي من isso즈 دي اعمل محروف انا حاوط فطيس ساعة البيه انا ميت ميت انا ميت ميت دي شاءة الست مجدع بسطار. أيو خير. البيئة وكليل نبطة ريبعة حالة. مين يا ماما؟ دقيقة واحدة. في واحد عسكري بيقول انهم طلبينك في النيابة. تبو انت خيفة ليه؟ دقيقة واحدة هغايل هدومي واجي معاك. لا رحت اجراء. تعالي هنا انت راح يا فلين؟ يا ماما هتخوفيني لي بس؟ مش تستاني بنت يا بوك لما يروح معاك لي. هاروح هشوفهم عايزين اي وحاجة على طول. ربنا يسطر. مرد شكري بعت المصط وصفت برا المصط. طب استنى وانت بقى دي. هي دي الست اللي اجرد منكم الشواء المفروشة؟ لا دي كانت واحدة غيرها يا ساعة البيئة. وكانت لابسة نضارة نظر. لا مش هي دي. لا مش هي خالص دي كانت خواجاية. وانت تعرف الست دي؟ الكتب خيبة يا ساعة البيئة. الست دي اول مرة شوفها. وحتى ما عطبتش باب العمارة. طب اتفضلوا برا دي الوقت. انا مش فاهم حاجة خالص يفن. مادام مجنة. انت كنت فين اول مبارح الساعة تمانية بالليل. انا خلصت امرين في النادي ساعة سبعة ورجعت عالبيت. وكل اللي في النادي يشهدوا بكده. طب انت عايشة مع مين؟ عايشة مع والدي ووالدتي. انت كنت تعرف المجنة عليهم. شكري صاحب مصنع الخشب. وكمال صاحب محل العربيات. ومدحة صاحب شركة الاستثمار. انا اول مرة اسمع عنهم. لما اتكتبت الحوادث في الجورنال. لكن بايومي صاحب الكباريه. جولوا انهمها كانوا صحاب المرحوم جوزك. يا فندم انا لو اعرف صحاب حسن. كنت قلت لسيادتك عليهم. غريب ان زوجة ما تعرفش اصحاب جوزه. حسن قعد برا اكتر من ثلاث سنين. ولما رجع اتجوزنا على طول. يمكن اعرفهم هناك. ولو اني ما اعتقدش ان حسن يعرف الاشكال دي. دون ناس محترمين. يا فندم ما اعرفش اذا كانوا محترمين ولا مش محترمين. وبعدين ايه اللي هيخلي حسن يصاحب واحد عنده كباريه. هو ما بيحبش الصهر برا. طيب وايه اللي خليها ادعى انه صاحب جوزك. جايز ليه يد في الجرائم اللي حصلت. وعايز يبعط الشبه عنه. جايز. على العمومة طلب مننا انيني نحميه. موضوع حسن تمش ايه؟ اطمين يا هانم. كل حاجة حد بها. وما فيش مجرم بيقفلت من عقابه. حتى ولو طال الزمن. موضوع حسن. تقزم الأنوار من فضلك الاستاذ بايوامي. انا انا رقاصة وعندي ما عاد معاه لاني حشتغل عنده. عندي ما عاد معاه. آه. لا 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 لا. لا بعد الشر عليه. لا سلامته. طب من فضلك هو في مستشفى إيه عشان عايزة أبعط له ورد. شكرا. لا مش ماما اسمي. أجيبلك ذاكلي؟ مالش نفسي يا ماما. يا حبيبتي ده أنت وشك أصفر مهفتانة. مالش نفسي يا ماما. عمل لك ملوخية تجني من اللي بتحبيها. مش عايزة أكل يا ماما. طب حد فرح الزوائع. مالش نفسي يا ماما. لما عاقل ما عاوزة أكل سأقول لك عايزة أكل. عالك يا فكي. مالش نفسي. مالش نفسي. اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اعترف احسن لك يا بيومي انتوا قتلتوا حسن عشان تسرعوا فلوسوا ما كانش فلوس يا ساعة البيه دي فلوسنا كلنا ممكن توضح كلامك اكتر حوضح يا ساعة البيه انا حقول على كل حاجة احنا قتلنا حسن عشان طلع خاين ونادل انتم انتم مين انا وشكري ومتحت وكمال لكن اقسم لك يا ساعة البيه انا ما ضربتش رصاصة واحدة انا بس خد الشنطة جعل وعد يا بيومي يا ساعة البيه ما تخافش انت عارف لو قلت كل حاجة بالظبط موقفك هيبقى كويس جدا في المضيئة ها قول لي بقى يا سيدي الموضوع من قول الموضوع ساعة البيه ان كمال كان بيسافر المانيا يلقوط العربية قديمة يصلحها وبعدين يبقى وفي المانيا هناك اتعرب بحسن حسن كان اتحالته صاحب قوي وكان تعبان وكان بيرسم صور للناس في الشوارع وفي يوم الايام حسن قاعد مع كمال كمال شافه بيشخبط في ورقة بيرسم ورقة بمئة دولار ساعتها بس طرقة الفكرة على دماغ كمال ولما رجع مصر قلنا عليها فكرة ايه؟ فكرة يعني التزوير الفلوس يا ساعة البيه والعملة الصعبة بالزد ويه اللي خلاكوا تفكروا في حاجة زيدي؟ حالتنا يا ساعة البيه حالتنا كانت ناشفة قوي مش لقيين اللضة والايد البطلة نكس اتطرينا يا ساعة البيه نشهل في عملية التزوير دي عشان نهب 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 يا ساعة البيه عالوش الدنيا بسرعة وبعليين؟ سفرنا كلنا ألمانية يا ساعة البيه واقبلنا حسن وعرضنا عليه الفكرة لكن الشهادة لله مرضيش وركب دماغه ولما لقينا ما فيش فايدة رجعت أنا وشكري ومتحت مصر وصيبنا كمال هناك يكمل شغله وبالمرة ييزن على حسن لكن حسن هناك تعب قوي ولما رجع مصر لقى بيته وقع وأبوه ومه ماتهم وخطبتهم استنيها عشان يتجوزهم ما كانش فيه قدامه غير حل واحد انه يدخل معنا اللعبة شكري يا ساعة البيه وابتدى حسن يا ساعة البيه يرسم الورقة أممية دولار وإحنا اشترينا مكان الطبع زايرة وطبعنا عليها أكتر من مليون دولار وابتدى الشغل يغض حقه وحسن كان ليصحف في البنوك وفي اللوكمتات وزع ورقة كتير قوي منه يا ساعة البيه وفي الحقيقة حسن ما كانش مباين مخاين أبدا لكن النادل يا بيه بيه في النادل إيه اللي حصل راح طبعا من وراءنا ساعة البيه ورق مزور ولغبطه بشوية إسلام ووزعه علينا على إنه نصبنا وكان موظف هو ومراته يغرب بالورق السليم ولما كشفناه وعرفنا كل حاجة ما كانش فيها ساعة البيه قدامنا غير حل واحد نقتله وناخد نصبنا مش ممكن مش ممكن حسن يعمل كده حسن طول عمره إنسان شريف أمال إزاي قدر يحصل على مليون دولار بعد أربعة شهر من رجوعه من ألمانيا ما حاولتيش تسألي نفسك السؤادة كان بيشتغل في الاستراد والتصدير أنهي تصدير وأني استراد للأسف نهاردة أي مجرم أو نصاب يقولك أنا بشتغل في التصدير والاستراد حسن مش مجرم حسن كان كويس وأنا كنت مسافرة معا ألمانيا لا أحجب شغله ده كان مسافر ألمانيا عشان يهرب من شركاء اللي ضحك عليهم انتي تسرعتي وتحديت القانون وقتلتي ثلاثة أنا ما قتلتش أنا كنت مدفع عن نفسي هم اللي كانوا عايزين يقتلوني كانوا عايزين يخضروا بي يا مغادرة بحسن قتلتهم لكن للأسف قتلتي علشان واحد مزور ما يستهلش حتى انتقامك قبل ما تتهموا أي واحد أنه مجرم شوفوا ليه هو عمل كده شوفوا الظروف اللي خليته يعمل كده الظروف دي بقت الشماعة اللي بيعلق عليها الخارجين على القانون جريمهم ما فيه في البلد أكتر من مليون شاب بيمروا بنفس الظروف الصعبة اللي مر بيها جوزك ومع ذلك ما حدش منهم فكر ينحرف إنما حسن ضايل بسرعة وتحول إلى مزور مجرم خطير حتى لو كان حسن غلط فهو عمل كده علشان بيحبني وأنا قتلت لإني بحبه ومش نجمانة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر